تقول في سؤالها الآخر هل يجوز أن يأخذ معلم ورقة من إدارة المدرسة على أنه طالب كي يحصل على تخفيض في تذكرة السفر؟ لا يجوز هذا هذا من الكذب والاحتيال وهذا لا يجوز لأن ما خصص للطلاب يختص بهم فلا يجوز التلبيس والدعاء أنه من أهل هذا التخفيض وهو ليس من أهله نعم